بسم الله الرحمن الرحيم المفروض النهاردة نحن معانا square root decomposition ايه هو square root decomposition ويعمل ايه؟ او ايه هي problem اللي بيحله؟ خلينا في البداية نقول ان احنا معانا problem معانا array ايه ان كانت القيام ايه؟ واجت سألتك او هتضي لك array من الان انسان لان ندوت لحد عشرة قصة خمسة وهسألك كويرز عليه الكويرز دي لحد عشرة قصة خمسة برضو وقلت لك انا عايز اجيب المجموع فرنج يعني عايز اجيب مجموع الارقام دي فاول ايه ان احنا هنعمل بريفيكس سام بريفيكس سام ده بيعمل ايه؟ بيقولك ان انا عند كل نقطة انا هخزن مجموع الارقام من اول نقطة لحد النقطة دي يعني مثلا الرقم ده هيبقى شايل مجموع الارقام دي كلها تمام طيب واذا الايمن validity انا اجبك المجموع الارقام دي كلها لقد اجبت المرقام دي كلها نعم، هذه تأول شيء، وهنا قد أقول أن تتغير الاستخدام بالفترة قد قد أخبرنا السؤال بدلا مكان مجموع فرنج، لكن نريد أن أجيع أن ن فأنا لو أتأكد المaximo fringe، بدلاً لا أستطيع تستطيع استخدامها ب Skill لأن في الـ prefix sum كل شيء سأقوم بعمل قصادها المعكوس والإنفيرشن مثلا لو كنت أقوم بعمل بلاس لكل عملية فأنا سأجيب بلاس عند الرقم ده ناقص الرقم ده يعني الـ بلاس عكسها الـ minus الضرب عكسها الاسمة الـ XOR عكسها الـ XOR الـ maximum سيكون عكسها الـ maximum لا يوجد شيء لأن لو أول رقم ده هو أكبر رقم ده الـ maximum فهو سيكون مؤثر على كل الأرقام اللي بعده فمش هعرف أشير الأرقام اللي هنا ده فكان الحل اللي نحن استخدمنا الـ Sparse Table الـ Sparse Table يمكن أن يجيب لي الـ maximum الـ range كيف يمكن أن تشاهده في الفيديو الآن؟ طيب، دلوقتي ما هي عيوب الـ Sparse Table؟ عيوب الـ Sparse Table لأنه لا يوجد update يعني دلوقتي سواء الـ prefix و sum أو الـ Sparse Table هم الـ Sparse Table هم الاتنين مع بعض حلوا لي كل المشاكل ولكن هم حلوها بـ Data Static لا يوجد أي شيء dynamic في الموضوع يعني مثلا لو قلت لك هاتلي المكسموم في الـ range فانت هتقدر تجيبه بالـ Sparse Table لكن لو قلت لك اعملي update للرقم ده خليه مثلا بدلا يعني لو كان خمسة خليه سبعة مثلا وبعد كده ترجع تجاوب على أي query طبعا الكلام ده مش موجود في الـ Sparse Table فالأول حل معنا للـ Dynamic Cringy Queries هو الـ Square Red Composition طيب يبقى كده أنا عرفت ان الـ Square Red Composition بيحل queries dynamic عكس الـ prefix و sum عكس الـ Sparse Table و الـ prefix و sum مشغلين على Static Cringy Queries Static Cringy Queries يعني ايه؟ يعني حاجة لا يوجد update انما الـ Square Red Composition هو أول حاجة موجودة في الـ Dynamic Cringy Queries طيب ايه فكرة الـ Square Red Composition او خلينا نقول سؤال ان احنا دلوقتي خلينا نشتغل كستاتيك بالـ Square Red Composition وبعد كده نبقى نشوف هنعمل الـ Update ازاي؟ دلوقتي يا معلم انت لو مثلا طبعا عدد الكويري خلينا بس متفقين ان الـ N هنا بعشرة قصة خمسة مثلا والـ Query بعشرة قصة خمسة خلينا بس ايه؟ متفقين على الكلام ده حسنا حسنا انا دلوقتي قلت لك انا عايز اجيب الـ Maximum في الـ Range او علشان اجاوب اي Query هنا جاءت فكرة ايه؟ فكرة ان احنا نقسم الـ Array لـ Blocks نقسم الـ Array لـ Blocks ونبقى عارفين اجابة كل بلوك وبعد كده امشي على الـ Blocks بدل من امشي على الأرقام يعني مثلا لو انا جاءت قلت لك انا عايز اجيب سوري خلينا دلوقتي في البداية خالص جاءت قلت لك انا معي اجابة الـ Blocks بـ Blocks او خبصوا يعني ايه؟ خلينا نشتغل على الرقام ريال احسن انا قلت لك مثلا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمام؟ طيب انا قلت لك انا هاعمل ايه؟ انا هاقسم الـ Array ده لـ Blocks من Lens 2 وينه انا سوف أجهد وينه لركة وينه وينه معا بعد وينه 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 لنستحق ايجابة كل بلك فيه طيب ايجابة ده كم؟ تلاتة ايجابة ده 7 ايجابة ده 11 ايجابة ده 15 إجابة 19 حلو بعد ذلك قال لك لما تجاوب على قريب سيكون معك صبق الرق يعني مثلا قلت لك هتلي إجابة الرنج فبدل من أنت هتمشي على الأرقام لا هتمشي على البلوكس يعني أنا واقف هنا فأنا كده كده فأنا كده كده سأجمع 7 سأجمع 11 سأجمع 15 نفترض كل الأرقام سأجمع بلوكات أو سأجمع بلوكات نفترض أنه لم يكن هناك رقم بلوكات سأجمع بلوكات لذلك سأجمع البروكات سأجمع فأنا سأجمع نفس الفكرة الفكرة كلها سأجمع أنت سأجمع رقم هل هل بداية بلوكات لا سأجمع العنصر ثم 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 فأنا سأجمع هل بلوكات مع كله سأجمع السبعة وليس للخمسة لا سأجمع ما سأجمع السبعة حتى لذلك سأجمع الثماني هل هل السبعة وثمانية لا فأنا سأجمع هذه هذه الفكرة سأقسم القرية لبلوكس وبدل ما أمشي على الأرقام بروت فورس لا، أنا أمشي بروت فورس برضو فقط سأقوم بإجابات كل بلوك أو أنا أقسم القرية كبلوكات وهبقى أعرف إجابة كل بلوك وعلى حسب إجابة كل بلوك، سأقوم بإجابة كل بلوك لحد دلوقتي دي فاة الأرقام لبلوكي من انتظم القرية حسناً، دلوقتي أقسم القرية الإجابة، هياً أنا عندما أسمت الوقت الأرقام لبلوكات من نظمة الانتظم إنه سأقوم بإجابة له دلوقتي يجب أن نفترض أول رقم سيكون بداية بلوك وآخر رقم هو نهاية بلوك حسناً، هبقى العريق أكبر شيء يمكن أن تصل على كل البلوكات حلو؟ حسنًا، أنت تمشي على كل البلوكات حسنًا، إذا لم تصل على كل البلوكات فإن أخبرك أن أخبرك كل البلوكات إنها مهادة توقفات المنزل حسنًا، إنك هناك فى نجاح يعني إن شخص سوى الوزنين وإن شخص فى البلوكات وإن شخص سوى الوزنين ووقد أن لا تنظر الوزنين نخص ورحم الوزنين وإست تنظر التقليل تلت مؤسسة ليس جميع الوصف. سأختار بلوكات في النص. وفي تنسبة بلوكات في النص. وبلوكات في النص. ويسانة ليس جميع الوصف على كله. ممكن ان اختار بلوكات الوصف على أساس من أنه في مؤسسة. هذه المسكرة لكي لا تحتاج إلى الوصف على الوصف. سأختار size ويمشي مع العشرة قصة خمسة. إذا قلت لك سأختار size 10. ففي الورست كيس سأختار size 10. سأختار size 10 قصة خمسة. سأختار size 10. سأختار size 10. سأختار size 10. سأختار size 10 ملف ويمشي مع العقدين. سأختار size 10. فأنا كده مشيت على كم بلوك مشيت على وليكن مثلا عدد البلوكات بلوك ده عدد البلوكات وكل رقم جوه البلوك وليكن مثلا هو اسمه اكس ده عدد الارقام في كل بلوك خليها اس زد فعدد البلوكات هيبقى بكام وصائز البلوك هيبقى بكام تواجه الضر فعدد البلوكات هيبقى معتمد على بلاد الارقام العدد البلوكات في الأول مرة انا بزنى بس screamed yeong ايضا فحد على الارق وم ؟ فانت بتمشي على size block minus 1 او بمعنى اصح انت بتمشي على size block فكده هو size block يقصر معايا في الاجابة وكمان عدد البلوكات هيقصر معايا في الاجابة لان الاجابة بتاعتي ستبقى size block زائد عدد البلوكات ده في حالة ايه؟ ده في حالة الكويري الواحدة ده في حالة الكويري الواحدة في كل كويري سأسألك على هذا الرنج فانت هتمشي على كل البلوكات وفي نفس الوقت هتمشي على size block لان انت هتمشي size block بعد كده عدد البلوكات كلها بعد كده size block فاللي بيأثر في الـ time complexity هو size block وعدد البلوكات طيب هو انت دلوقتي برضو انا عايز احدد size block لو انا جيت زودت الـ size يعني خلينا نفترض مثلا ان الـ N تساوي 10 أس 5 لو انا جيت خليت size block عبار عن واحد لو انا جيت خليت size block أو الـ SZ بيساوي واحد او خلينا كده نرسم جدول بيساوي يعني خلينا نرسم جدول كده يعني خلينا نرسم جدول كده في حالة خلينا دوت هنقول مثلا انا عايز ارسم علاقة ما بين size block وعدد البلوكات ماشي نرسم جدول كده نرسم جدول كده نرسم جدول كده يعني مثلا لو الـ size و الـ block لو size block كان بواحد نحن نعرف ان الـ N هو 10 أس 5 لو size block كان بواحد عدد البلوكات يساوي إلعى الـ size صح؟ انا دلوقتي مثلا معي 10 أس 5 هقسمهم على بلوكات كل بلوك في رقم واحد هذا معناه معناه ان عدد البلوكات هيبقى 10 أس 5 تمام؟ طيب انا طبعا في الـ الـ query انتصار الـ size block وضع عدد البلوكات. وطبعاً في البيج او او اخذ الكبير فيهم. فالكبير فيهم هي 10 قص خمسة. يبقى كده الكمبليكست بتاعتي لكل كويري 10 قص خمسة. طبعاً ده مضروب في الكيو. الكيو اللي هي 10 قص خمسة فده ما ينفعش. ودية الحالة البروت فرص. طيب انا لو هزود الصيز. الصيز والبلوك. الصيز بدل ما هو كان بواحد كان بخمسة. الاجابة هتبقى ايه؟ الاجابة هتبقى انه على خمسة. فيبقى 10 قص خمسة على الخمسة. 10 قص خمسة 1 2 3 4 5 على الخمسة. هتساوي كم؟ هتساوي 2 في 10 قص 4. 10 قص 4. هتساوي كم؟ ماضي ايه. هتساوي كم؟ هتساوي كم؟ 2 في 10 قص 4. يبقى 2 في 10 قص 4. وقام 2 في 10 قص 9. فلسا بردو ما مصلنا لحل. طيب انا لو هخلي صيز البلوك. صيز البلوك. صيز البلوك. صيز البلوك كان بـ 10 قص خمسة. ماشي. فعدد البلوكات هيبقى 1. اللاه! كده وصلنا لحاجة. ان في علاقة. ما بين. صيز البلوك. وعدد البلوكات. العلاقة دي. هي مش علاقة ترضية ومش علاقة عكسية. هي برابولا. عدد البلوكات لو كان كبير يبقى الصيز صغير و عدد البلوكات لو كان صغير فالصيز هيبقى كبير. فالنقطة تقريباً سيتساوي عندها عدد البلوكات مع الصيز. ما هي النقطة؟ النقطة هي سكوير روت. سكوير روت الان. ما هي النقطة؟ فالصيز لو كان صغير روت الان. فعدد البلوكات هيبقى بيساوي ان على صغير روت الان. وان على صغير روت الان بيساوي صغير روت الان. عدد البلوكات الان. ثلاثة في عشرة قصة سبعة. فعلاً نستطيع العمل على هذا الشيء. سأقسم القريب لبلوكات. كل بلوك سكوير روت. وفي الكويري بتاعتي انا همشي على البلوكات دي. وهمشي على صيز البلوك. صيز البلوك بسكوير روت. يبقى سكوير روت زائد سكوير روت. يبقى سكوير روت. سنشيل الكونستانت ويبقى معي سكوير روت. أحد مش فاهم؟ ياشراب. أحد مش فاهم؟ تمام. الباقي طيب. كما يعلم. ما هي العلاقة اللي هي العكسية دي. أه. أه. أنا مش فاهم؟ هو مش المفاوض إحنا لما بنزوز الصيز. يعني لما بنزوز الصيز. العاشرة وسخمسة بعت 2.4 بعت 1. هي العلاقة بين اي و اي بالزبت؟ يعني هي مفاوضة عكسية. أه. سوري 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 سوري. سوري سوري. هي.. هي العلاقة ديت ما بين الكمبليكس تي. نعم العلقة ما بين الوقت والciones نعم لأن حكم بلوك أسنى 10 أو 5 فعلاً إذا هو ما بين الوقت إنك كل ما تزود البلوك كل ما يقل ولكن عندما تزود البلوك ستجد ان الوقت يزيد لان الموضوع معتمد على مضروبين في بعض عدد البلوكات هو يساوي الان على صيز البلوك الان نفسها ستساوي كم؟ الان مضروب في الصيز الان مضروب في الصيز ولكن في النهاية الإجابة هي الموضوع ليس كذلك، فهو حصل ضرب فهذا زاد أو هذا قل، هذا قل أو هذا زاد ستصل لمرحلة ستصل لمرحلة لأن الوقت الموضوع سيبقى هنا يجب أن تتوازم بين الاتنين لتنين لأن الوقت الموضوع من الوقت الموضوع حصل جميعاً لتنين مع بعض يتتقال حجم 10.5 فطيما، 0.5 فطيما سيكون 10.5 فطيما بالضبط لأن عضلة الموضوع بإعجابة الموضوع وعلى موقفة الموضوع على موقفة الموضوع العدد الموضوع في النهاية عن ن الإجابة الموضوع نعم؟ لا، لا، نستطيع العقس السؤال. بالضبط؟ نعم، لكن نقطع اسئلة لديه. هم؟ هم؟ حسنا، نرى مسألة ونكتب الكود. لن تفعل الأول من الوصف من التفكير. سوف نقوم بإجابة الـ Query. سوف نقوم بإجابة الـ Query. هذا هو الإجابة. نحن فقط في حالة الـ Update. سوف نقسم الأرقام لـ Blocks. سوف نقوم بإجابة الـ Query. فعلا، فسر Agora خففت بإجابة الـ Block. وما سوف نقوم بإجابة الاحتفال نفسه بل وممكن كمان يكون الـ Update بـ Off 1 في مسائلها تكون محتاجة في الـ Update بـ Off 1 يبقى كده الـ total هو الـ Q في سكور روت N يعني دعونا نقول N سكور روت N هل أحد عنده يسأل؟ قبل ما نكتب الكود هل أحد عنده يسأل؟ هل أنتم معي؟ نعم 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 هل تعالوا، سعيد المياه ما نعيد نعم 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 ativa Consum vita نعم 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 الى هنا نعم نعم جميع الـAND الم equivalence ثم labor نعم ونكتب الكود. المكتب الكود في المنزل. الرحل محتاج بالمستنصر 8-6-7-7-7-4-7-8-5 ونكتب الكود بلاي Тутنا . الهي Users . فقط سنضح روت 2.5 ربعمية سبعة واربعين يعني نقول ربعمية تمانية واربعين ربعمية تمانية واربعين هنبقى محتاجين القرية نفسه ونقوم بعمل بلوك نقوم بعمل بلوك لأن عدد البلوكات سيكون جزر أو نعمل بطريقة آلز بدل ما أقوم بعمل كده سوف أقوم بعمل فيكتور وفيكتور في لونج لونج سوف يكون بلوك و سوف يكون السيكيو ماذا أقوم بعمله؟ كل ما أقوم بعمله سوف أقوم بعمل الأرقام بدل ما هي صحيح غاز نقوم بعمل تقوم بعمل الأرقام الذي يحبون مقطع سوف أقوم بعمل اجري فقط سأبقى القيام بترسيق الاصرياء نس سنقسم الاصرياء بدل من الهواء للانيار كل بلوكين سأعطنه فيكتور كل بلوك اضعه فيكتور كل بلوك اضعه فيكتور كل بلوك اضعه فيكتور كل بلوك اضعه فيكتور تمام؟ بالنسبة لـ الـ Pre-Process دعنا نقوم الـ Void Process دعنا نقوم الـ نستقبل الـ End نقوم الـ End وقوم الـ نقوم الـ End نقوم الـ A contest نقوم الـ sicher نقوم الـ puisqu ثم اضعه ت zoz نقوم الـ أقوم بإستقبل الريو فوق بعد ذلك سأقوم بإستقبل البروسيس سأقوم بإستقبل البروسيس مبدئياً إذا كنت معي رقم أريد أن أعرف الرقم موجود في أنهي بلوك لكي أضيفه في البلوك مثلا سأقوم بإستقبل البروك خاصة الموقف حاذ leuke departed sell ABS سأقسم على سكوير لأن الفكرة كلها تشغيل بفلور يعني أنا شغال البلوكات 0, 1, 2, 3 فأي حاجة أصغر من سكوير روت أكبر من سكوير روت وأصغر من 2 سكوير روت فالفكرة كلها أن الاندكس دعنا نقول بلوك الاندكس هذا يساوي الاندكس على السكوير فهنا سأقسم for i plus ويبقى block sq . pushback and ثم هل نعم؟ نعم؟ ونعمل التابل الاندكس على كل بلوك فهو نعمل فضر بفضلah We can enter shq ثم نضيف إضافة الهديدة ونضيف إضافة بلوك سأضيف الهديدة ثم نضيف إضافة الأوبدات نضيفة من Left لRight دعنا نكتب الكويري الأول في الكويري سأقوم بإجابة الكويري سأقوم بإجابة الكويري وإن اتفقنا أن إجابة الكويري إجابة الكويري ستبقى كيف؟ إذا أقوم بإجابة عنصر أريد أن أتفقنا أنه نهاية بلوك أسف، أنه نهاية بلوك أو لا؟ أعرف منين أن هذا بداية بلوك؟ أحد يمكن أن يقول لي؟ بالموديلس؟ بالموديلس مضبوط أن هذا الرقم يقبل الإسم على أنه يقوم بإجابة مضبوط أجل من الأمور يقوم بإجابة Music بعد ذلك تقوم بإجابة المضبوط ومن الموديلس ستبقى مع awhile كل ما سأعتذر una مضبوط يستخدم الـ إذا أقوم بإطلاق المضبوط يمكنكم مشابة مضبوط إجابة المضبوط سنبقى المضبوط إجابة يجب عليك ان نخذ البلوك معي. لابد ان نهاية البلوك تكون موجودة معي. يجب عليك ان نهاية البلوك تكون موجودة معي. ولو اذا كان الرقم ليس كل البلوك معي. ماذا سنفعل؟ أحد يمكن أن يقول لي؟ هنا سأخذ إجابة حلو، يبقى red plus equal block of l sq ثم تحت إجابة الإجابة من الاريزة نفسها نأخذ الإجابة من الاريزة نفسها يبقى الانصر plus equal array of l red ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ left plus equal sq and left plus plus and left plus plus ثم تحت إجابة الانصر ثم تحت إجابة الانصر تمام؟ ماذا سنفعل؟ هل ماذا سنفعل؟ سأرى هل left بداية block وفي نفس الوقت هل block ماذا لا؟ لو A فأنا سأخذ إجابة block ومشي سأزود على left sq وماذا سنفعله هل هو block البلوك سأخذ إجابة من الاريزة الأصل ومن خلاله فإن نعمل update أريد إضافة بأسفل الإحضار يجب أن نجح السائل الإبضاء أريد إعرفة الرقم موجود في انهي بلوك لأن الإجابة ستأثر على ما في الأبضيط سأتزاب إنت ونقوم بإمكاني فهذا سوف اضع الفاليو في الاري يكون الاريو في idx equalval ويجب أن أضعي إجابة البلوك فسأضعي إجابة البلوك كيف سوف أضعي ويجب أن تحتاج البي دي في الـ table من الأول أن أضعي إجابة البلوك فأنا سأضعي إجابة البلوك فنريد ان امسح القيمة القديمة ونزود القيمة الجديدة فهنا في البداية سأقوم بـ block of idx على sq أو نرايح دماغنا ونقوم بـ int block index يساوي idx على sq وهنا سيكون block index double أو نرايح ونقوم بـ base اقوم بتضيف البيئة. انجتبت بسعارة الأندجس و الانديكس داخل البيئة. حسنا اقوم بتفعيل البيئة من الأ escol-B. اقوم بتضيف البيئة. نقوم بتضيف البيئة . الـ index in block يساوي الـ index model isq بعدين المفروض ان انا هقول b of block index of idx in block يساوي الـ value بس كده نرى المسألة في الـ Queries وقوم بعمل وقوم بعمل وقوم بعمل وقوم بعمل وقوم بعمل وقوم بعمل ثم ننجد الدخول على اختصار الى اجهزة نقوم بعمل الـ Left و Right كم نقام بعمل الـ Left و Right نعم الى أحد كما تفعلاتي أثناء هذا الجهاز فإن ما تفعل نقوم بعمل نضيف إلى الـ توقعي يمكنك أن نقوم بها ونقوم بها توقع نقوم بها ونقوم بها وربما توقعي ويستمر بها داخل نقوم بها تقريباً ديتست الذي لا يزعل أيضاً. 14-12 مضبوط. تقريباً. 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 ممكن نتناقش طب ما عليش بس هو ممكن الكويري والأفدات اللي هم الاثنين فانكشوح هم الامبلمنتشن بتاعهم كراسمة يعني انا مش فاهم قوي اصلا من قبل الكود يعني في الكويري اه في الكويري وفي الأفدات ماشي واحدة واحدة انت دلوقتي يعني خلينا نمسح كل الكلام ده ننزل تحت شوية نعمل قبري جديد ممكن تفرق معي دلوقتي انا مقسم الريكة بلوبكات من الوصف 3 وقلت لك اجابة هذه الهزة ماذا؟ الهزة السفر و الهزة السفر اذا لا سير قاعد الهزة السفر سنقوم بشر اشترك الطريق هو الهزة السفر أنا أرى أن تسرع الجهاز من مفتاح والمفتاح والمفتاح. فأنا أريد أن ترى ما أجابتك بلوك أو لا. سأع~! وهو مفتاح. لن أقوم بمفتاح بلوك في الهجوة. فهو حدث أجمع تحدث بناء الشجر سأجمع هذا الرقم وحقق في المجال ومحق وحقق البكرة سأجمع إجابة الرقم وكثيرا أجمع الوجه هذا هو بداية بلوك وفي نفس الوقت البلوك كله معي فأنا أخذ البلوك كله وبعد ذلك البلوك كله معي وبعد ذلك البلوك كله معي وبعد ذلك لكن ليس كل البلوك معي الذي هو أن اللفت بلاس الاسي كيو أصغر أو يساوي الرايت بلوك كله معي بالنسبة للابديت ماشي أنا دلوقتي أنا مقسم القرية لبلوكات وعايز أبديت الرقم ده أنا لما باج إحنا عايزين نشوفه هو في أنا بلوك فهنا أنا بقول لك أن البلوك إنديكس بيساوي الـ IDX على السي كيو تمام؟ أنا عايز أشوف العنصر رقم كام جوه البلوك بالموديلس بالموديلس تمام؟ فأنا هأعمل الـ IDX وموديلس الاسي كيو بعد ذلك أنا بقى معلم عايز أغير إجابة البلوك كله لإجابة الجديدة أن أطرح الكلمة القديمة وزود الكلمة الجديدة لعشان نفسي لعشان نفسي فأنا هأعمل ماذا؟ هنا بلوك من الموديلس الاسي والإجابة الجديدة بلوك من الموديلس الاسي تمام؟ فأنا هأعمل بلوك بلوك ويقوم بلوك 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 سأخبركم مثلاً بلوك سأخبركم بلوك 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 ويجب أن نريد مستقبل ويجب أن نريد المنمم سأخبركم ما الذي سأفعله بالنسبة للمنمم فهي ستكون سهلة والممم بلوك 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 ماكس ويجب أن تكون بلوك على ممم بلوك 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 من ممم ضربة تضيف مجال الارت والرقم أحضر الميليموم تحضر الارت والرقم والإجابة بلوك سأجيب إجابة البلوك فهي يميز على الرقم نفسه بالنسبة للمشاهدة دعنا نقول ان هذا البلوك في البداية ليس بصفار نقوم بعمل فعل لي بلوك 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 سوف أقوم بإمكانك مزبوطة. بالنسبة للمينموم. فأجبت البلوك أن أقوم بإمكانك بإمكانك الكيمة القديمة و أقوم بإمكانك الكيمة الجديدة. فأخذف الكيمة القديمة و أقوم بإمكانك الكيمة الجديدة. بالنسبة للمينموم، سوف أقوم بإمكانك الكيمة المؤلفة. فأنا محتاج من هذه الأمر. هناك مالتيسات فأقرز منها و أقوم بإمكانك كلمة العفلية. ولكن سوف أド것 المحبوع المؤلفة للمينموم، اشترك المحبوع من اللوج. فأنا أردت أسعمال من الأمور المحبوع الموقع. فأعطي البركة للبلوك، أمشي على البركة كل هذا إنه سأخبره بأسفل بلوك IDX فأقوم بأسفل ببلوك IDX يساوي أقام ب اقام الضغط في البلوك البي اوف بلوك اي دي اكس و that does begin وبي اوف بلوك اي دي اكس دوت end ضع بلوك أبل بلوك اي دきます ó O O تقريباً بس كده. 2-1-3 مضبوط. 0-3 مضبوط. 0-3 مضبوط. 0-1-3 مضبوط. لا تقرأ. نقوم بإمكاني حسب الأول أقوم بإمكاني اقصد 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 في البداية يجب ان يشيل اجابة كل بلوك يكون بأكبر قيمة لكي نشغل المنمم واقصد أقصد الاختي ويقوم الانديكس وسأغير القيمة ونشغل ونقصد ونقصد القيمة تكلمة عن طريق الوقت ما زال المنمممم ماذا تريد? كم اقصد فالحطة تحتاجها في مسائل أخرى لا تحتاجها. لكن يستحسن لكي تفعلها. حسنا؟ حسنا؟ هل تفهم؟ هل تفهم معي؟ نعم، 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 نعم هذا الفهم هو ما يستطيع القيام بهذا. هذا هو موضوع من الوثائل بما تتخيله. بالنسبة للفهم، لا أرى هو هو الحصول على أجار الـ أو أستانع المال مالذيب المالذيب، سيكون لدينا مالجورسومي و الحدي اليوم ازالاً بإذن الله. لا أرى وراء الشيط الـ سواء كذا. هذا أو كذا، سأقوم بإذن الله بأرفع الجروب. و وقع الصكون على الرابع من المالذيبهم. الأمر هو الآن في المالذيب، شكرا